موسيقى بعد طول انتظار يرتقب وان يدخل ترام واي سيدي بالعباس حيز الخدمة بداية من نهاية الأسبوع الجاري ليدعم شبكة النقل الحضري ويضمن نقل المواطنين عبر مختلف المسافات بأسعار تنافسية كما يوفر الخدمة طوال أيام الأسبوع وأيام الأعياد والعطل على مدار 18 ساعة في اليوم نرتقب في 20 جويل هو الافتتاح الرسمي ترام واي سيدي بالعباس درنا التجارب التقنية وكما لحظتنا التجارب اسم التحاية هي التجاربات c'est des essais donc des essais qui permettent de réguler nous venons de distribuer la tarification le ticket il est à 30 دينار un ticket unique mais il y a des avantages les abonnements spécialement pour les étudiants les lycéens ou pour les abonnements pour le monde normal ou pour les personnes âgées de plus de 60 ans احترام التوقيت كل 7 دقائد يترام و les horaires d'exploitation من 5 سنة حتى 11 سنة عيد الخميس هذا المكتب الجديد الذي خصص لإتمامه غلاف مالي فاقت 320 مليار دينار انتظر سكان الولاية دخولها حيز الخدمة بشغف كبير بعدما تأجل موعد تدشينه في العديد من المناسبات لأسباب تقنية ونحن نفرحانين به في هذه المدينة تعسيدة بالعباس ونقص علينا بزاف المشاكل تاعل الترانسبور تاعل التاكسي وتاعل كيسموه وماذا بينا نستحافظوا عليه هذا المكتب لابد لابد ولازم نحافظوا عليه نحافظوا عليه لأولا لأن هذا مشروع جاب يعني بالطريقة السهلة هو يعني مشروع وكلف خزينة الدولة وكلف مال كتير ونظرا لبعض الممارسات السلبية التي سجلت خلال فترة التجارب التقنية نظم القائمون على المشروع أبواب مفتوحة للتحسيس المواطني بأهمية هذه الوسيلة وكيفية المحافظة عليها